موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس دع يسوع الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يدبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويدبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها ومن فقد نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل يخلصها فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وماذا يعطي الإنسان بدلا عن نفسه من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الزاني الخاطئ يستحي به ابن الإنسان عندما يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القدسين وقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن بعضا من القائمين هنا لن يذوق الموتى حتى يروا ملاكوت الله وقد أتى بقوتي حقا والأمان لجميعكم أخوتي الأحبة قبل ما نغوص بتأملنا بهيدا الإنجيل خلونا نتعرف على الظروف التاريخية يلي رفقت كتابة هيدا النص بوقت كتابة هيدا النص كان هناك كتير من الاضطهادات وأصعبهم اضطهاد نيرون لكل المسيحيين بوقته من بعده إجا تدمير الهيكل فقدان اليهود لأساس إيمانهم بالإضافة لأنه كتير من المسيحيين يلي أصلهم يهود كان بعضهم معلقين بإيمانهم القديم وبعد ما انتقلوا للإيمان الجديد لهيك كان بعض صعب عليهم أنه يصدقوا أنه يسوعه والمخلص لأنه ما معقولي شخص بيموت على الصليب يكون هو المخلص يلي بعته ربنا من هون منفهم تركيز الكاتب على فكرة حملة الصليب ليش؟ أولا لأنه بدوا يجدد فكرة الصليب عندهم ويقلهم الصليب يلي كان هو رمز العار والضعف والخضوع قبل مع يسوع المسيح وقيامة يسوع المسيح صار رمز للقوة وللقيامة وثانيا عم بيأكد مع التلميذ ومع كل يلي عم بيقروا هايضا الناس أنه كل مرة بنحمل فيها صليب نحنا بنكون منتجهين نحو القيامة لهيك نحنا اليوم رح نتأمل بنوعين من أنواع الصلبان بنحملهم بحياتنا ومنتجه فيهم نحو القيامة الصليب الأول هو ضعفنا الشخصي ما حدا بيناتنا هو شخص كامل كل حدا عنده ضعف بشخصيته وضعف بحياته نحنا اليوم مع الرب يسوع المسيح نحمل هايضا الضعف ونسير فيه نحو القيامة نحمل هايضا الضعف مش يعني نخضع لهيضا الضعف مش يعني نخلي هايضا الضعف هو يتحكم فينا إنما نحول هايضا الضعف يلي موجود بحياتنا هايضا النقطة يلي عم نتوجع فيها يلي مش قادرين نتخلص مننا لأنه هي جزء من شخصيتنا ومن حياتنا نحولها كلها لطريق للخلاص ونقدم هايضا الوجع وهيضا الألم للرب يسوع وهيضا الضعف يلي عم نعيشه نقدمه زبيحة خلاص من أجلنا نتذكر هون القديسة تراز الطفل يسوع يلي هي بوقتها تعيش هايضا الضعف بحياتها كانت دايما تحاوله زبيحة دايما تطبع الرب وقتها كانت ما تقدر تتأمل الصبح وتكون تعبانة كانت تقوله يا ربنا هايضا التعب وهيضا الضعف أنا اليوم أقدم لك هيه بدل التأمل بكلمتك والصليب الثاني يلي نحنا مدعوين اليوم أنه نحمله بحياتنا هي صعوبات الحياة وخصوصا اليوم بهالبلد يلي عم نعيش فيه صعوبات يمكن صارت أكبر من أنه نحنا نقدر نتحمله ولكن هايضا الصعوبات بدأ نحمله صليب ونتجه فيه نحو الأيامة لأنه نحنا بنعرف أنه يسوع حمل صليب كتير تقيل عنه وهو يوصل وقام عن الصليب وهي عيش هالقيامة والخلاص عطينا إياه لهيك نحنا اليوم بدنا نجدد إيماننا ونكون أكدين أنه رغم كل هالصعوبات يلي عم نعيشها رغم كل هالألام يلي عم نتحمله رغم كل هالظروف الصعبة يلي نحنا عم نعيشها اليوم قادرين نكون نحنا عم نحمل هيدا الصليب ونمشي لقدان فيه نحنا معواضين ننتر من يسوع أنه يغير كل الظروف بالحياة لنكون نحنا مرتحين أما يسوع بعلمنا أنه نحنا كيف نكون مرتحين رغم كل هالظروف الصعبية الي حوالينا ذكروا دايما ما تقولوا لربنا أنه عنا مشاكل كتير كبيرة قولوا للمشاكل والصعوبات يلي عم نعيشها عنا الله كبير خلوا دايما نكرر كلام متعودنا نسمعه دايما كل مرة منوجع فيه ونقول مع علامك يسوع بهالشغلتان خلينا نكون عم نثبت رجانا أنه من بعد كل صليب في إيامه بحياتنا في كتير صلبان يمكن اليوم حكينا عن صلبان إنما كل واحد مننا عم بيحمل كتير أنواع من الصلبان مننا المرض مننا الأوجاع وغيرة وغيراتها من الصلبان اللي عم نعملها بحياتنا ولكن خلوا رجانا كبير أنه من بعد كل صليب في إيامه أمين اشتركوا في القناة